اشتركوا في القلبي الكبير والصغير رح يحبها يلي هي وجبة رولات الدجاج وجبة كاملة مكملة فيها الخضار وفيها الرز وفيها الدجاج يعني رح تعجبكم كتير وانا متأكدة من كلامي هلأ بالنسبة لطريقتي بتحضير رولات الدجاج فانا عاملتها معكم على القناة قبل هلأ لذلك رح اترك لكم الرابط بسندوق الوصف لحتى ترجعوا لها بحاول دائما اعمل كمية كبيرة واحتفظ فيهم بالفريزر وبلاقيهم جاهزين وتكون محتارة شو اطبخ وهي الأكلة تقدروا تعملوا فيها كتير افكار يعني مثلا فيكم من بعد ما تقلوا رولات الدجاج بالزيت تحشوهم بالخبز الصمون مع سلطة كولسلو وهيك بتكونوا عملتوا اطيب صندويش بياخد العال وفيكم تعملوهم كوجبة متل ما انا رح اعملهم اليوم وجبة مشبعة جدا وشكلها بيفتح النفس وهلأ يلا تعالوا نبدأ بتحضيرها وهلأ بالبداية بدي حضر البشاميل حطيت مكعب زبدة تقريبا 50 جرام وبدي حط فوقهم مع لقتين كبار من لطحين وبحرك لطحين لحتى يتحمص ويصير لونه ذهبي ومن بعد ما تحمص لطحين بدي نزل عليهم حليب بدرجة حرارة المطبخ تقريبا 3 اكواب حليب بس بنزل الحليب على عدة مراحل وبحرك على السريع لحتى ما يكتل معي لطحين وهلأ بدي حط فوق هون مكعبين من مرقة الدجاج ماجي وإذا ما متوفر عندكم مكعبات الماجي بتقدرو تستبدلوها بمعلقتين بودرة الماجي وكمان عما حط رشة من جوز الطيب وبحركهم كتير منيح لحتى يتقلوا ويصيروا كسيفين أما هلأ بدي حضر الخضار حطيت مكعب زبدة وبدي نزل عليهم جزر مقطع بشكل طولي ومسلوق ربع سلقة يعني بسلق الجزر ربع سلقة وبعدين بحطه بمصفاية وبفتح عليه المي الباردة لحتى نوقف من عملية السلق وكمان حتى ما يتغير لونه وبقلبه مع الزبدة مع رشة ملح صغيرة وبس لياخد لون فورا بطفي عليه النار وبقدمه مع اي وجبة غداء بيلبق عليها الخضار ونفس الشي بالنسبة للبروكلي وبقطعهم لزهرات صغيرة وبسلقهم ربع سلقة وبعدين بفتح عليهم المي الباردة وبقليهم مع الزبدة مع رشة ملح صغيرة وبيكونوا جاهزين وهلق بدي اقلي رولات الدجاج بزيت غزير هلق بإمكانكن تدهنوهن بالفرشاية بشوية زيت وتدخلوهن على فرن حامي لحتى يستوهم منيح أو بتحطوهن بالقلاية الهوائية وهيك بصراحة بتكون صحية أكتر لكن أنا شخصيا بحبهم مقليين بزيت غزير بحسهم قطيب من الفرن ومن القلاية الهوائية لكن هاي الشغلة راجعة لكم بتحبوا تحطوهم بالفرن أو بالقلاية الهوائية أو بزيت غزير على راحتكم بس انتبهوا إنه أول ما ننزلهم بالزيت ما منحرقهم إلا لبعد 3 دقايق ومن بعد 3 دقايق صار فيني يحرقهم وبرجع بتركهم كمان 3 دقايق لحتى يستوه تمام وهيك استوه وصاروا جاهزين وعلى فكرة ما بيشربوا زيت كتير يعني لا تخافوا من هاي الناحية أبدا وعليك الحال أنا فورا مثل ما لكم شايفين عم أحطهم على محارم مطبخ لحتى يمتصوا كل الزيت الزايد وهيك البشاميل والخضار والرز صاروا جاهزين وفورا وهنن الرولات سخنين بدي حط عليهم البشاميل يلي حضرناه أما بالنسبة للرز فأنا عملت رز مصري حبة قصيرة بعملوا بالزبدة وبحط له معلقة من الهيل الناعم كتير بيعطيه نكهة مميزة وهيك وجبة رولات الدجاج صارت جاهزة طبعا الرز بتركوا لآخر شي حتى ما يبرد ولا تنسوا تعملوا لمساتكم الفنية بالتزين وهلأ بدي منكم تعطوني رأيكم بكل صراحة على هاي الأكلة يعني مو لأني أنا عاملة هالأكلة بإيدي عم أمدح فيها لا والله بس صدقا إنها بتجنن وفاخرة جدا بنصحكم تجربوها وتكتبو لي بالتعليقات وتفرحوني إنكم جربتوها ومثل ما قدت لكم طريقتي بتحضير رولات الدجاج من الألف إلى الياء وطريقة تفريز هون بتلاقوها برابط فيديو بسندوق الوصف إذا عجبكم هالفيديو بتمنى تحطولي لايك وتعليق واشتراك للناس يلي لسه لحد هلأ مو مشتركة عندي وبشوفكم فيديوهات جديدة باي باي موسيقى اشتركوا في القناة